هل زرت من قبل مغارة بني عاد في تلمسان كهوف غار الباز في جيجل مجرى المياه في مغارة أوقاس في بجاية مناطق تحمل وزنا تاريخيا يتعدى مئات وآلاف السنين ليحسبه العلماء الأركيولوجيا أي الآثار بملايين السنين التكونات الكلسية في هذه المغارات من صنع الزمن والماء هذه الصواعد والنوازل هي ترسبات كلسية يتكون منها سنتيمتر واحد خلال ماءة عام فما رأيك إذن في هذه المغارة وصواعدها ونوازلها في الفيديو القادم اكتشفت هذه المغارة بالأمس صدفة خلال أشغال حفر في ولاية وهران هنا في حي عدل أحمد زابانا كان المخاطط أن تبنى مدرسة ابتدائية هناك لكن التجويف التي عثر عليها بعد الحافر كشفت عن كنز جيولوجي تجيب مراعاته ودراسة محيطه والتعامل معه باحترافية أصبح الموضوع حديث السوشيل ميديا خاصة بعد مطالبات بتحويل المغارة لوجهة سياحية وبعد أسئلة حول مصير حي بنايات عدل هناك ولكن لنقرأ بعض هذه التعليقات البداية بآية التي كتبت لدي المصر غين رانا فوق مغارات والله أعلم وين كانت المراقبة والله يجيب الخير بينما خديجة كتبت مصر غين فها غاب العذراء مهملا تمنى أن تثري هذه المغارة السياحة فيها جمال كتب أيضا في تعليقه تنبيه جيد في محله بارك الله فيك ولا أظن أن والي وهران سيتجاوز هذا المعلم التاريخي الذي هو بمثابة إضافة للولاية أم سر غين خاصة بوركتم أما بو الخير فرحاوي كتب هذا المكان كل مغارات لا أفهم كيف للسلطات أن أعطت مشاريع لبناء العمارات ومارك أو باسم مارك علق هذا الشخص يعني سكنت لراهي موجودة في المنطقة مبنية فوق هذه المغارات 80% عبدالقادر كتب في تعليقه مكسب لبلدية مصر غين وربما تخرج حتى لمغارة تلمسان لأن الطريق قريب لولاية تلمسان وصلنا إلى نهاية الموضوع ونذهب إلى الموضوع الأخير